مباراة الحسم مباراة الحسم يعني قدتنا طاقة إجابية كده في الفاصل إن شاء الله إن شاء الله إحنا هنتأهل وهنكسب فبرأيك إيه التشكيل للمتوقع لمواجهة استنغال في مطش النهار ده أنت بدأ على طول انتجابة من آخر عايزين نعرف بقى لا هو دايما كاروس كيلوش خلاص هو مستقر على 4-3-3 في طريقة الأداء واللاب مع منتخب مصر خلاص هو وصل لثبات التشكيل خلاص القصة عنده بقت منتهية طبعا كان عندك بعض المفاجآت لأن كان عندك أزمة في محمد عبد المنعم اللي خلاص بيركب قناع الرجل وخضع لجراحها بسبب الكسر في الآن فأيضا الوينش اللي خلاص أخذ الانظار التاني فرجع بعد نتج زمال القلاص فانضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي وانضم رامي ربيعة أيضا مدافع الأهلي إلى جانب علي جبر فالمفاجأة النهاردة إنه يبقى متواجد يا سناء الأهلي علشان يبقى فيه تفاهم على مستوى خط الظهر لإثنين مساكين إنه ممكن نلعب ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ولكن توقع من الممكن يتم الاعتماد على علي جبر لأنه طويض القامة جدا فيتعامل مع الكرات العرضية اللي هتاعتمد عليها فرقة السنغال طبعا مطلوب إن علي جبر طبعا ما شاء الله نخلى ومن الدول الصحة فيقدر إنه هو يتعامل بشكل كويس مع الكرات العرضية فمن الممكن تلاقي علي جبر إلى جانب ياسر إبراهيم في اثنين مساكين الظهير الأيمن هيبقى المفترض كان المطش اللي فات عمر جابر عمل مباراة هيلة وكان على مستوى الدفاع والهجوم يتقال عمر كان لفت للأنظار ولكن من الممكن يتم الاعتماد على عمر كمال عبد الواحد في لقاء العودة على أساس أن عمر مدفع جدارة أولى وحامل أختام هجمات الجابهة اليومنا في نفس ذات الوقت مع محمد صلاح بيدعم بشكل كبير جدا من الممكن نلاقي دي مفجأة وإن كان كارلوس كيلوش بيحب يعني اللي بيغلب بيه بيلعب بيه ده اللي احنا تعودنا عليه الجنب الشمال طبعا هيبقى الظهير الأيصر إن شاء الله أحمد فتوح نجم الدد الزمالك واللي بأمر أن هو يحترف الفترة اللي جاية حقيقي نجم فوق العادة واكتشاف من اكتشافات منتخب مصر وسط الملعب بقى هو طبعا هيلجأ ليه غلق المساحات ويعمل تمركز دفاعي عن طريق وسط الملعب بشكل كويس جدا عن طريق السلية طبعا والنيني الثنائي المعهود وحمدي فتحي يكون راس مسلس مقلوب يكون فتحي وراهم عشان يقفل منطقة الوسط الدفاعي طبعا هيبقى الثلاثي الهجومي بقى الناس محتارة صلاح طبعا جناح طائر أيمن مصطفى محمد الكلام كله على مصطفى محمد بقى في بعض الزملاء بيقولوا ممكن مصطفى يخرج وينزل مرموش كراس حربة وتريزيجيه بقى متواجد مكان مرموش لأ وجهة نظري المتواضعة إنه هيكون متواجد صلاح طبعا وحيكون تريزيجيه متواجد زي ما هو ومصطفى محمد مصطفى محمد هيكون راس حربة علشان الشوت التاني هو يقدر يدعم بمرموش مرموش كده ولد شاقي وبيرهق دفاعات جنب مصطفى محمد هو ممكن يفاجئنا بمرموش من الديها الأولى ممكن مرموش يعمل قلق مع مصطفى محمد من الممكن ولكن كارلوس كيروش عهدنا بيه هو بيعمل ثبات التشكيل بشكل غير طبيعي إنه هو خلاص أنا كسبت في المباراة الأولى بروح في المباراة التانية بنفس القصة وممكن بقى الشوت التاني يدعم بعمر مرموش في مكان تريزيجيه ممكن أحمد سيد زيزو نلاقيه نزل في أي وقت يسند جنب محمد صلاح ده اللي ممكن السيناريوهات المتوقعة مع كارلوس كيروش في الشوت التاني سمح ده يمكن فيما يخص الدفع بعناصر جديدة في التشكيل لكن عاوز أعرف بقى منك توقعاتك تحديدا لشكل الدقائي الأولى للمباراة يعني أنت قلت خلاص هو هيستقر على أربعة تلاتة تلاتة لكن هل هندفع هل هنلعب على الهجوم يمكن إحنا خطفنا جون في الدقائي الأولى من عمر المباراة في القاهرة بهدف يعني محمد صلاح اللي قدرنا نحقق بنوع من أنواع الثقة والهدوء أو الاستقرار داخل الملعب هنلعب المباراة دي اللي إحنا مش عاوزين نجيب جون بشكل أكتر اللي إحنا ندافع ولا هيكون فيه يعني فرصة للهجوم أثناء الدقائق الأولى تحديدا من عمر المباراة بوس خلينا نكون منطقيين وقعيين في نفس ذات الوقت إحنا رايحين مباراة شارسة جدا نهرية جدا رايح بتلاعب منتخب السنغال على ملعبه ووسط جماهيره أفضل فريقين في أفريقيا خلينا نتكلم كمان نبقى يعني موضوعيين أكتر السنغال هو أفضل فريق في أفريقيا يعني الشمع احترامي لمنتخب مصر الكبير وصاحب الأرقام والتاريخ ولكن التصنيف والأرقام وحامل اللقب بطل أفريقيا هو منتخب السنغال خلينا نكون منطقيين طبعا ولكن منتخب مصر إحنا بنأمل أن احنا خلاص بقى نقول أننا كنا نستحق التتويج في كاس أم الأفريقية وأننا خسرنا فقط برقلات المعاناة الترجحية فأنت نجحت في المباراة الأولى وأحرصت هدف أنا شايف أن الهدف كان العنال إلا هي لعبة فيه دور كبير جدا ولو تشوف الهدف تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك إن شاء الله أنك أنت توصل لنهايات كاس العالم وتوصل لكاس العالم واضحة جدا المنتخب لعب ربع ساعة فقط المنتخب السنغال قدر أن هو يحصرك في وسط ملعبك طول شوطين المباراة بسبب أن أنت أحرصت في هدف مبكر ده حيبقى في السنغال بشكل أشرص بكتير نجوم منتخب السنغال يعني كيلوش بيواجه ثلاث أزمات في غاية الأهمية أزمة الجمهور والملعب صحيح أزمتين ولا أخطر ليه لأن عندك الملعب ده بيسعى خمسين ألف متفرج خمسة وربين ألف تذكرة خلصوا أول مبارح طبعا والأول مرة بيتم افتاح هذا الملعب علشان يتلاهب عليه مباراة رسمية الأول مرة في السنغال فعايزين يحتفلوا بهذا الملعب وعايزين يعملوا استدر رعب زي ما احنا عملنا لهما استدر رعب في القاهرة طبعا استدر القاهرة يعني لا يقارن طبعا مواصفات أوروبية ومواصفات عالمية ومئة ألف متفرج وقدرت أنك أنت يعني ترهب المنتخب السنغالي في مباراة الذهاب وهم فعلا كانوا داخلين متوترين جدا مش مصدقين هما بيبصوا لمدرجات والجلال الإعلامية لأ شغل عالي قوي يعني حسنوا بالهزة وهم حتى قبل المباراة قالوا احنا فاكرين استدر القاهرة لما وزمنا فيه في 2019 أمام الجزائر وخرجوا من جهة أم الأفريقية في النهائي فزيقاتهم سدية جدا بدأوا الجمهور يلعب علي من مبارح بالزبط كانوا بيشوفوا صلاح يقولوا له ساديو منين بالزبط هو مبارح بدأوا بقى الضغط العصبي طبعا محمد صلاح في منهم اللي كان فرحان والأمن اللي بيحرص محمد صلاح راح تصور معاه سيلفي هو بيجري بدل ما يحمين الناس هو بتصور معاه سيلفي هو بيجري معاه بيحضنه عشان يحمين الجمهور يعني هو ده طبيعة التشجيع عمتا عايزة اسألك سؤال يعني نوع المباراة دي احنا عمنا المباراة اللي فاتت هل محتاجين نلعب جيم حلو ولا نكسب ونسبت بقى ساديو منين يعني نقطة اليمينك الضعيفة ازاي نأمنها بص يا بساني توليها لحاجة احمد سأل سؤال حلو قوي ان انت اول ربع ساعة ممكن تعمل ايه وكنت عايز ارد عليهم مرة ادخل على سؤالك ان انت مطالب انك انت اول تلت ساعة في المباراة عشرين دقيقة تتحمل الضغط الجماهيري وتتعامل مع الضغط العصبي وتوقف مفاتيح لعبة منتخب السنغال بأي شكل كان اسماعيل سارة وساديو منين وتبتدي انك انت تأمن وسط الملعب وتأمن خط الظهر بحس انك انت ما تستقبلش هدف اول تلت ساعة لان هو هيبقى عايز يعمل فيك نفس اللي انت عملته فيه في القاهرة انت جيت اول خمس دقائق احرازت هدف مبكر ووضع قدم غالية جدا نحو المنديال خلاص حجز بطاقة التأهل لكاس العالم فهو عايز يعمل فيك نفس المقلب عايز يشربك من نفس الكاس خلاص مفيش هزار المباراة لن تقبل القسم على اثنين تماما فانت اول تلت ساعة نجحت انك انت تتأمن دفعاتك انا بقولكم ان شاء الله بدون مقاطعة يكون وشان حلو على منتخب مصر باذن الله هتصل لناهيات كاس العالم لان السيناريوهات صعبة جدا ان المنتخب السنغال يجيب فيك اكتر من هدف صحيح وانت لو قدرت انك انت تحرز محمد صلاح طبعا طلع بتصريحات نارية وعنترية اول امس وقال احنا هنفوز على السنغال في السنغال مطلوب انك انت تعمل حرب دعائية مطلوب انك انت تعمل رعب للخسم بتاعتك وده اللي عمله محمد صلاح انه هز السنغال كلها بهذه التصريحات القوية والنارية انك انا رايح انا بطل افريقيا خسرت برقلات الجزاء فقط وانا محمد صلاح احد افضل لعيب العالم ان ما كنت افضلهم ورايح بقولكم ان انا حكسك في السنغال مطالب انك تضغط بهذا الشكل انفوزنا ان شاء الله وتأهلنا لكاس العالم هيخلي صلاح الاقرب لأفضل لعيب في العالم لكن تكلمت على فكرة الدفاع ولازم نأمن الدفاع كويس اوي احنا عندنا دلوقتي خلل في الدفاع لحد ما عندنا عبد المنعم مصاب عندنا شايفين الوينش معاه انظار فعلشان كده برضو خايفين احنا ندفع بالوينش نتيجة الانظارين اللي معاه مش هيلعبه بكل شكل من الاشكال الوينش مش هيلعب شايف مين الاجدر اللي هو يكون موجود عشان يأمن لنا قلب الدفاع ويمكن احنا شفنا ياسر ابراهيم تقلق في المباراة من اللي ممكن يبقى موجود جنبه هو زي موضة لحضرتك فيه عنده خيارين طبعا هو فيه محمود علاء ناجم دفاع نادزة مالك وفيه علي جبر وفيه ياسر ابراهيم وفيه ايمن اشرف الاربع لعيبة دول ممكن يلنزل اتنين منهم مساكين يقوموا بنفسه دول محمد عبد المنعم والوينش بشكل عالي جدا بس حالة التجانس تتعمل أفضل لو يعني اللعبين الخاصين بالدفاع من الاهلي تحديدا ولا ممكن نحط العيبة من الاهلي والزمان الجنب بعض عادي بس القرار هيكون لكارلوس كيروش في نظرته داخل مران المنتخب الأخير تحديدا هو عنده خيارين عنده يقوم ما يبدأ بأيمن اشرف وياسر ابراهيم على أساس انه الثنائي خارج من الناد الاهلي فهناك هيبقى تجانس هيشربه فكرة كارلوس كيروش سريعا يقدروا يقوموا بالمهمة أو انه هو يعتمد على ياسر ابراهيم ده بشكل أساسي ان ياسر ابراهيم مساك في المقام الأول داخل نادل أهلي ومع منتخب مصر ولعب المباراة الأولانية وما عندهش رهبة انه هو يواجه منتخب السنغال فالخيار التاني انك انت تلاعب علي جبر لانه طويل القامة وعلي جبر طبعا كان أحد نجوم منتخب مصر في 2017 مع كوبر في 2017 في كاسهم الأفريقية في الكاميرون وعنده خبرات دولية عالية جدا فمن الممكن اما حيشارك بياسر ابراهيم وايمن أشرف ثنائي الأهلي او يشارك بعلي جبر جنب ياسر ابراهيم نعم طيب هيبدأ بمين بقى يعني عمر كمال مرموش ولا تريزيجي لا هو تريزيجي ومرموش لازم هيبقى فيه حد منهم متواجد انا جانا وجد نظري في المباراة الأولى انه من الممكن يلعب بتريزيجي تحت المهاجمين ويلعب بمرموش برضو شمال ويلعب بصلاح يمين ومصطفى محمد في القلب ده هيبقى صعب جدا في مباراة العودة لانك لازم تأمن خط الوسط الدفاعي مع خط الدفاع عندك فصعب جدا انك انت تلاقي بديل لحمدي فتحي والسلية والنني فتريزيجي لو موجود هو اما تريزيجي اما مرموش هيبقى متواجد فيه كجناح طائر ايسر واتوقع انه اعتمد على تريزيجي لان زي ما قلتلك هو بيحب ثبات التشكيل هو فاز بالمجموعة دي في لقاء الذهاب حيلعب بيها في لقاء العودة لان رجليهم ثابتة على الارض ومن الممكن طبعا اكتلاقي مفاجأة بقى انه اقول لا انا عايز ابدأ بعمر مرموش يعمل حركة ويعمل شغل كده مع مصطفى محمد يختفوا الاضواء شوية لكن ده مستبعد لان اول تلت ساعة لازم تأمن خط الوسط وتأمن دفعاتك بشكل رهيب وتبتدي على استحياء تشوف محمد صلاح هيتحرك ازاي تشوف تريزيجي هيتحرك ازاي مع مصطفى محمد بعد انتهاء الشرط الاول لو دخلنا الشرط الاول ان شاء الله متعدلين بدون اهداف اللعيبة خلاص بقى عندها الثقة بالنسبة 90% رايح المنديال هيبتدي منتخب السنغال يفتح في خطوطه تماما في الشرط التاني مش بعيد تلاقي من دي رص اللي هو حارس المرمى افضل حارس حربة في الكرات اللي خلاص ان ما فيش حاجة تبكي عليها وعنده الجمهور مكسر الدنيا 50 الف متفرج متواجد فهنا بقى تقدر تستغل عن طريق انطلاقات محمد صلاح تقدر تستغل انك ممكن تطلع تريزيجي وتنزل عمر مرموش الولد الشاي اللي ممكن برضو يعمل شغل مع مصطفى محمد ومع صلاح هنا ممكن تقدر تخطف هدف تعمل مفاجأة تانية زي اللي عملتها في القاهرة نعم يعني احنا نقدر نقول مبادرة يعني مباراة هي حاسمة في عندنا اوراق ربحة في المباراة وكان يمكن هي مطلب من مطالب الجماهير في وقت من الاوقات شايف ان ممكن كروش يستجيب لمطالب الجماهير تحديدا فيما يخص زيزو افشا ويلعب بحد بيه لا نهائيا اولا كارلوس كيروش وانا بشكل شخص انتقدته كتير جدا في العديد من البرامج ولا بيسمع ولا بيسمع ودي يعني احدى ميزات كارلوس كيروش كمدير فني محترف ان هو حتى كان بيدي تعلمات للجهاز الفني ما تسمعوش للصحفيين لما يسألكوا عن افشا وليستبعدنا محمد شريف وليه جبنا فلان ما تردوش ده رأينا احنا العند والثقة دي اللي بيكلم بيها كيروش نتيجة يعني نقول المدرب الوحيد اللي صعى ضرب على منتخبات لكاس العالم فعنده ثقة الراجل بيلعب على أرضية سبتة مدرب الوحيد في العالم بالضبط يعني لا وواثق هو بيعمل ايه عنده أرضية سبتة خلاص وعارف اللي هو خلاص انا واقف على أرض سبتة وعارف انا بعمل ايه فسيبوني عشان اقدر ان شاء الله اللي انا احسم المباراة وقدر اللي انا وصل لكم لكاس العالم ويمكن ده اول تصريح قاله كيروش لما جي يعني تولى قيادة المنتخب فندي له فرصيته برا بعمل حال التجانس بصوا براف عليك يا زحمد السبب بسيط جدا انا كنت يعني على رغم انتقاداتي لكارلوس كيروش في سلبياته بس بالشكل ده الى ان انا كنت بقف معاه في نقاط هو عملها ايجابية لمنتخب مصر ما حصرتش قبل كده واحد قضى على زمن المعلمين في منتخب مصر ما بقاش في معلمين في منتخب مصر ولا كبار في منتخب مصر لما بتيجي تعمل قيمة ما بقيتش عارف خلاص تعيبة الاهلي والزمالك اللي جايين الاسماء ايه لا ده انت بتلاقي قفشة برا بتلاقي محمد شريف برا صحيح بتلاقي اسماء هو وحيد اللي مقتنع بيها ده واحد اتنين عندك وجوه جديدة ما كانتش تحلم ولا انت تحلم انها تبقى متواجدة في منتخب مصر لما تلاقي حد زي مروان داود اللي بنقوله سلامات جاله صليبي لعب في نادي الشمس ورح لامبي بعدها لعب اربع خمس مباريات قال له سكيروش ضمه مروان حمدي مهاجم سموحة اللي هو مقتنع بيه وبالفعل اصبح هو الدفع خلاص هو عمل اللي عليه بس خلينا بس عشان احنا عندنا موجز وانعرف ان بسانت عندها سؤال توقعاتك سريعا لا توقعاتي نهارده ان شاء الله التآهل باذن الله ان شاء الله لكن توقعاتي للمباراة من الممكن ان شاء الله يعني من الممكن تنتهي بدون اهداف لان دا شوفناه السيناريو دا في كاسهم الافريقية صحيح في النهائي منتخب مصر قادر ان هو يضحك على السنغاليين ويطلعهم صفر صفر برة المباراة او انك انت تتعدل واحد واحد بإذن الله ان شاء الله هنفوز ان شاء الله لكل التوفيق والدعم لمنتخب الوطن كلنا ان شاء الله النهارده على قلب رجل واحد كلنا بنقول حاجة واحدة بس يا رب النصر لمصر سامح سمير النقد الرياضي بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر مش سي جدا واشكركوا واشكر سادة مشاهدين شكرا